موسيقى موسيقى أهلاً وسهلاً بكم بحلقة جديدة من برنامج لقاء الرعي الضربة العسكرية على سوريا حديث أرعب العالم اليوم البيت الأبيض أعلن قبل قليل بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد يقرر الذهاب باتجاه الضربة العسكرية حتى من دون موافقة الكونغرس وزير الخارجي الإيراني يحذر من أي مغامرة عسكرية غربية ضد سوريا ستشعل المنطقة وتفوق حدودها وزير الخارجي الروسي يبلغ الأخطر الإبراهيمي أن أي هجوم على سوريا سيزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا والمنطقة بعض والخليج رفعت حالة التأهب في صفوف جيشها وبعضها الآخر وضع خططاً للطوارئ ما هي تداعيات الضربة على المنطقة إقليمياً ومحلياً سنتحاور حول هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام الدكتورة ندل مطوع رئيس قسم الدراسات والبحوث بجامعة الكويت والنائب عبدالله التميمي عضو مجلس الأمة وأيضاً معنا السيد النائب أسامة الطاحوس عضو مجلس الأمة أهلاً وسهلاً بكم نبدأ بالدكتورة كما يقول الإنجليز ونسألك هذا السؤال كيف ترين نتائج هذه العملية العسكرية على المنطقة الإقليبية؟ قبل الحديث عن النتائج وقبل الحديث عن أي عملية عسكرية أو أي قرار تنفيذي فيما يخص الشأن الأمن الحالي في البداية لو عدنا إلى المشهد الجيوسياسي على المنطقة وما هي العوامل التي تعتبر عوامل رئيسية في توصيلنا إلى هذا المشهد اليوم هذه العوامل حسب إطار العلاقات الدولية عبارة عن نهاية الحرب الباردة عام 1991 وتغيير المشهد إلى التفاعلات وأعداء الأمس أصدقاء اليوم شرق أوروبا وأمريكا الجنوبية والولوج إلى الديمقراطية وتحديث النظم الاقتصادية أزمة البلقان في التسعينات تداعياتها اليوم هل كان دور الأمم المتحدة فاعل أم دور الناتو المجتمع الدولي؟ هل هناك فاعلية من التدخل الإنساني؟ هل ينتظر الإنسان الحرب أم التدخل الإنساني؟ نقطة ثانية هي الحرب على الإرهاب 2001 والتي أحدثت تحولا آخر بعد نشر الديمقراطية وهذه البرامج التي تدعو الدول إلى التحديث أصبح الحرب على الإرهاب والقوة والبحث عن العدو وهو الإرهاب أو التشدد الفكري في فكر معين لذلك بعض الدول حاولت مقاومة هذه التغييرات اشتعل الربيع العربي الشعبي صوت المواطن شئنا أم أبين ربيع أو غير ربيع لكن هذه الثورات والانتفاضات في عدد من الدول العربية الدول التي اختارت أن تحدث من نظمها الانتخابية النظم السياسية جمعيات النفع العام وغيرها من المرونة أصبحت في نوعا ما في مأمن في هذا الطريق الدول التي قاومت هذه العوامل قاومت التحديث في التسعينات وقاومت واستغلت الحرب على الإرهاب في إغلاق نظمها اليوم تعاني من هذه المشاكل والقضايا فاليوم نحن أمام مرحلة مهمة جدا أولا حماية الإنسانية ونحن اليوم لا نتكلم عن نظام سياسي والقضاء على النظام نتكلم عن حماية عن التدخل الإنساني هل ننتظر الأمم المتحدة جامعة الدول العربية المنظمات هل ما زال هناك مجتمع دولي أم نعود إلى سيناريو التسعينات كما حصل في أوروبا التدخل لإنقاذ البشرية نعم إذن كيف ستكون نتائج هذه العملية العسكرية بالنسبة للحديث عن الموضوع السوري إذا كان طبعا الحرب في هذه الأيام نفسية وشاهدنا اليوم كالبرلمان البريطاني وشاهدنا اختلاف الدول البرلمان البريطاني اليوم قارن بين قرار اتخاذ الحرب وما حدث في العراق لأنه أشار إلى هذه التجربة تجربة لم تنجح بالنسبة لهم فاليوم نحن في يعني كل مهتم بالعلاقات الدولية يدخل في دهاليس جديدة في مقارنة عملية اتخاذ القرار هذا القرار إذا كان القرار الذهاب إلى الحرب فأتوقع أن تكون هذه الحرب كما يسمى تأديبية لمراكز معينة محدودة تداعياتها اليوم خطيرة جدا اليوم نحن أمام آلاف من الأطفال خرجوا من المدارس لجأوا إلى المخيمات هجرة ضخمة إلى الدول المجاورة إلى سوريا فهذه عملية يجب أن تتم بعناية شديدة يجب أن يكون الإنسان هو مصدر وهل ستكون هذه العملية العسكرية تحت السيطرة أم سيوسع نطاق هذا الصراع إلى دول مجاورة يعني هذا يمكن شخص متخصص في استخدام آليات الحروب أو شخص يعني معني بتقنيات الحروب لكن على الصعيد السياسي أنا حسب ما سمعت اليوم من التصريحات الرسمية سواء تصريح المملكة العربية السعودية وزير خارجي سعود الفيصل عندما تحدث عن هذا النظام فقداني عنه للهوية ولكن طرح ما طرح في مجلس التعاون من إنقاذ اليمن ما حدث في اليمن كان مشروع خليجي طرح سمو الأمير سعود الفيصل أن يكون هذا المشروع مطبق على سوريا هذا المشروع معني بالإنسان معني بالشعب السوري معني بالمنظمات السورية غير معني بالمساس بالنظام بقدر ما هو معني بعملية إنقاذ دولة فهذا على الإطار الخليجي على الإطار الدولي حتى الآن لم يتخذ القرار ولكن محصلة القرار يجب أن تكون إيجابية ولا تكون صفرية لا تكون درجة اللا قرار حتى لا ندخل في مآسي أكبر إذن أنت مع الضربة العسكرية المحددة أنا مع إنقاذ البشرية وإنقاذ الإنسانية والتدخل الإنساني لأن تأخر التدخل في أوروبا في كوسوفو ذهب ضحيته مئات الآلاف من النساء والأطفال ووقف أمين عام الأمم المتحدة معتذرا لفشل الأمم المتحدة في اتخاذ الغرار فأنا مع إنقاذ الإنسان إنقاذ البشرية ومع منع الكوارث الإنساني السيد عبدالله التميمي كيف ترى تأثير هذه العملية العسكرية على المنطقة؟ طبعا من حيث المبدأ أنا أرفض أي عملية عسكرية ضد أي دولة عربية ليس فقط لأنها دولة عربية نحن في الوطن العربي لدينا أنظمة ديكتاتورية لدينا أنظمة جائرة لدينا أنظمة ظالمة كما هناك في قارات في العالم كأمريكا الجنوبية وكشرق آسيا هناك أيضا أنظمة ديكتاتورية هناك فساد هناك فقر هناك قمع هناك سرقة لثروات البلد ومقدرات البلد نحن نستغرب بأن التحرك فقط يكون على الدم العربي والكيان العربي والوطن العربي إذا أنت ضد أي هجوم ضد أي قطر عربي هل كنت ضد هجوم العراق يعني الحرب هل كنت ضد هذا الهجوم لا لا شوفي التذرع بأن هناك النظام السوري استخدم الأسلحة الكيموية 400 ألف طن من السلاح دخل إلى سوريا من قبل أمريكا وحلافة أمريكا لهدر الدم السوري السوري لهدر الدم العربي العربي لتشريد الأبرياء لتشريد الأطفال هذا 400 ألف طن من السلاح دخلت إلى سوريا نقيسها بسلاح كيماوي في منطقة الغوطة هذا ضحك على الذقون وهذا اللعب هذه اللعبة السياسية الصور التي شاهدها على التلفاز هي ضحك على الذقون أختي سميرة ألم يقتل مئات الضحايا في هذا الغاز أختي سميرة أختي سميرة بين الحقيقة والصدق أربع أصابع عرفت كيف هذه الإعلام بيد أمريكا والسيناريوهات هذه بيد أمريكا وأمريكا تتذرع يعني الشعب الفلسطيني يشوه في فلسطين الشعب الفلسطيني يعوق في فلسطين الشعب الفلسطيني ينكل في فلسطين من قبل الكيان الصهيوني لم نسمع هناك تحرك ضد الكيان الصهيوني ولكن ضد تقليم أصابع العرب لكي تبقى إسرائيل هي المنفردة في المنطقة لتقزيم العرب ولتقزيم الدول العربية والإسلامية لتبقى هي المهمنة هي الجاثمة على الكيان العربي والصدر العربي هي إسرائيل فهذا كلها بطرهات هذه كلها ألعاب أمريكا كلها دجل أمريكا تريد أمريكا هذا الذئب الشرس الأمريكي الذي يريد أن يوحي للعالم بأنه هو الوديع وهو الحنون وهو الحريص من هو الوديع؟ أنت تعتقد أن النظام السوري هو نظام وديع؟ أنا لا أبرق ساحة النظام السوري نظام يقتل شعبه يعني هنا أكثر من سنتين أنا لا أبرق النظام السوري وهناك النظام السوري كما هناك أنظمة عربية أخرى تجثم على صدور شعوبها ولكن هل نعطي الذريعة لسوريا الآن؟ ومن ثم يأتي السيناريو الآخر بأن مثلا الجيش المصري والقائد سيسي ضرب المعتصمين في ساحة رابعة العدوية بالكيماوي فإذا نضرب مصر ونقصف مصر ونقصف مواقع استراتيجية ولكن هذه الأسلحة محرمة دوليا محرمة دوليا لأنه هناك أتجاه لضرب سوريا بسبب استخدام النظام لهذه الأسلحة ومن يقول بأن أمريكا ليست هي من دخلت هذا السلاح الكيماوي إلى الأرض السورية وضربت أبرياء وثم أخذت أمريكا التي تنتج أحلى أفلام أعطيني فرصة تكلم لا تقاطعيني أمريكا التي تسوي هذه الأفلام وتسوي هذه السيناريو ضدها في العالم وتخدع العالم بخديعة الأفلام والسيناريو نأتي الآن أمريكا لا تقوم بتسوي شيء هذا من قال أن أمريكا من هي دخلت الكيماوي ومن هي ضربت الغوطة ومن هي هذا الكلام يجب أن لا نعطي ما فيه يجب أن لا نسلم رقابنا لأمريكا أمريكا لا يهمها الشخص والدم العربي كما يخف حذاء 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 رجل قدم قدم إسرائيلي يسوى عند أمريكا وإسرائيل العرب كلهم قدم قدم جندي إسرائيلي أو هذا إذن أنت ترى بأن نتائج هذه الضربة وخيمة على المنطقة كل دجل طبعا نعم السيد أسامة الطاحوس سأكرر نفس السؤال ما تأثير هذه الضربة على المنطقة طيب إذا ردنا أن نسأل السؤال مفاده وإساس الركيز الأساسية هل هذه الضربة معنية للسيطرة أم للإنقاذ نعرف الإجابة إذا كانت للسيطرة فهناك ألف مبرر ومبرر أما إن كانت لإنقاذ فلدينا دلائل ونشهد بأعيننا ونشاهد مآسي شعب نحن نرفض لغة السلاح ولكن ليس على حساب الدم والغريب في الأمر بأن جميع الأنظمة منذ الأزل تتكلم بحماية الأمة العربية وحماية النفس العربي ومن أهان وأسال الدماء وأذل العرب هم من كانوا ينادون بالسابق الأمة العربية والمصير المشترك وواء إلى آخره هذه الأنظمة الحقيقية التي نشاهدها تنادي بالديمقراطية الشكلية نعم اليوم نجدها بأنها تتبرأ من الديمقراطية وتتبرأ من احترام الإنسان أنا لست مع الأنظمة بتاتا ولكن أنا مع الإنسان أنا مع الدم العربي أنا مع هذه المجازر التي تحدث يوميا أنا مع قضية فلسطين وسوريا والذي يحدث من جرائم سواء كان في مصر ولا في أي بقعة من بقاع العرب ما دام الدم العربي يسيل إذا كنا نريد أن ننظر إلى أن هذه المعركة للسيطرة على الأرض العربية فهناك ألف وسيلة وسيلة كانت لدينا مبررة مثال على ذلك الادعاء بأن في حرب الضربة العراقية كان هناك مثل ما قالوا في السابق بأن هناك كيما فأخذوا مبرر لهذه الضربة وفي الأخير اليوم الشعب العراق هو الذي يقرر نسبيا مصيره ليست القضية السورية اليوم هي من أجل سيطرة ولكن من أجل صراخ أجل صراخ يحدث نحن كنا نتمنى بلملمة هذا الجرح ولكن للأسف الشديد كلا الطرفين لم ينصاعة للغة العقل ولكن صاعة للغة المواجهة واستخدام السلاح لا نطلب اللوم كل الطرفين من تقصد؟ النظام السوري والجماعات المسلحة؟ النظام السوري ابتعد للأسف الشديد وانجر وهناك طبيعي هناك جماعات تنادي بالدم والسلاح ولكن من المعنية؟ هل الجماعات هي التي تسحب الدول؟ أم الدول تسحب الجماعات؟ هنا نقطة فلسفية حقيقية هل إذا كانت الدولة تنجر وراء الجماعات فهذه لا تستحق أن تكون الدولة ولا حكومة؟ الحكومة تكون هي الركيزة أن تسحب وتحتوي ولكن للأسف الشديد ابتعدت الحكومة إذن أنت مع التدخل الدولي لإسقاط النظام السوري في سوريا؟ ليس إسقاط بلغة الإسقاط ولكن إنقاذ شعب لا يهم من حكومات لا ننجر إلى حكومة تسقط حكومة لا تسقط حكومة أنا أريد إنقاذ كيف سينقذ الشعب؟ أي وسيلة كانت سلمية سواء كانت بالتدخل المحدود هذا نعم نريد إنقاذ أمة والشعب حتى يعي بأن شعبك الآن الشعب السوري يقتل فمن يعي الحكومة السورية تقول لا الله ما عندي شعب يقتل ونحن نشاهد شعب يقتل الآخر نراه بأم عيوننا الأمة تموت إذن من يعي هذه الحكومة يجب أن تدخل المحدود لإنقاذ أمة لكن نقطة مهمة إذا كان إنقاذ الأمة بعد تدخل المحدود تدخل الواسع فأنا معها أنت مع التدخل المحدود لإنقاذ الأمة لإنقاذ أمة ولست مع التدخل الواسع الذي لا أحد يتحقق بهذا علق لدكتور عشان عندي سؤال تعليق سريع بالنسبة لي يعني أستغرب من أنت صغير سنة لكن الحديث بلغة اتهام الأمريكان وتضخيم أحيانا أشعر أننا من ضعفنا يعني أقصد اللي كانوا مقتنعين بنظرية المؤامرة كبار يعني من تقرأ التاريخ البرلماني الكويتي مثلا كتاب دكتورة نجات الجاسم في جلسات عام 82 كلامك اليوم رجعني لعام 82 برلمان الكويتي لما ناقش قضية لبنان والحرب في لبنان ودخول طبعا دول عربية في لبنان ضد الفلسطينيين دول عربية ضد المنظمة الفلسطينية النواب الكويتيين عام 82 انقسموا إلى ثلاث أقسام قسم أدان ما حدث في لبنان وأشار إلى الدول العربية بأسماءها ما قال لا دم عربي ولا هما أبرياء ولا حتى مؤامرة علينا مجموعة من النواب كان عندهم شعور قومي عربي ولكن فوجئوا بدخول دول عربية واليوم هذه الدول هي دول الربيع العربي اللي أنظمتها كانت محكمة جدا واليوم طبعا شعوبها في حالة ثورة مستمرة مجموعة ثانية من النواب قالت الرجوع إلى كتاب الله 82 المجموعة الثالثة قالت نفس الكلام اللي قلتها هذه مؤامرة ونحن ونحن وتحاك لنا هذا الكلام كان مقبول بالثمانينات أيام الحرب الباردة اليوم أنا أسمع كلامك ليس دفاعا طبعا عن أمريكا ولكن بريطانيا وفرنسا اللي لهم القرار هم اللي أجازوا استخدام السلاح للمعارضة السورية أمريكا ما تحركت أمريكا كانت منتقدة لصمتها ولكن الاتحاد الأوروبي دولتين فرنسا بريطانيا أجازوا للمعارضة استخدام السلاح الدول شرق أوروبا اعترضت وقالت لا هذا السلاح سيذهب إلى المتطرفين بريطانيا وفرنسا ولكنه قال من يعلم يعني ربما أمريكا تكون وراء دخول هذه الأسلحة الكيموية إلى سوريا فرنسا احتفلت عام 2008 ويتهل أمريكا بأنها احتفلت به كشخصية العام 2008 واليوم تقود هذه الحملة هالدولتين الأوروبيتين فأعتقد أن أدبيات نظرية المؤامرة علينا نحن مضعاف هذا الكلام يضعفنا كدول نحن كنا نقود سياسة الخارجية في يوم الأيام لنا دور فاعل في التسويات في ترتيب العلاقات بين الدول في عقد حتى أحلاف مع آسيا فأعتقد أن العالم العربي لا يوصف بشكل واحد اليوم يمكن هذه تكون فرصة لقيام منظومة غير جامعة دول عربية نعتقد فشلها قاعد ينعكس علينا بشكل غير عادي دكتورة عفوا سنخرج بأول فاصل بالحلقة مشاهدينا وسنعود بعد قليل ترجمة نانسي قنقر مستمرين معكم بلقاء الرأي والحديث عن تداعيات الضربة العسكرية على سوريا النائب عبدالله تميمي تفضل أولا أشكر الدكتورة نادا أنها صغرتني ويزاها الله خير وطبعا ترى هذه هدية البرنامج أن أعتبرها لي بارك الله فيك يعني سواء قلنا أمريكا أو لم نقل أمريكا شئنا بين أن نضع المصطلحات فلنختصرها بالنيتو ومن يقود النيتو هي الولايات المتحدة الأمريكية أن كانت تضرب فرنسا أو تضرب بريطانيا فإذن الغطاء هو النيتو ومن يقود النيتو هي أمريكا وأمريكا معروفة ووابتها لضرب أي دولة لضرب أي نظام لانتهاك حرمة أي بلد تتذرع تحت أمور الإنسانية والديمقراطيات هذا الملفين دائما تتحدث عن الإنسانية وعن الديمقراطية ومن ثم تنتهك الشعوب الآن أنا حديثي هل الفساد وهل الفقر وهل الدكتوريات وهل القمع موجود فقط في الشرق الأوسط وفي الدول المحيطة لإسرائيل التي تريد أن تقلم أظافرها أمريكا وتقطع أصابعها أم هي موجودة كما أسلفت في بداية الكلام في بداية الحلقة هذه أمريكا الجنوبية مثال للفساد مثال للدكتوريات مثال الأنظمة القمعية وكذلك عندنا المشهد الموجود في شرق آسيا لماذا فقط عندنا في الشرق الأوسط هذا واحد فلذلك أنا من لما أتكلم لسه بدفاع عن بشار الأسد ونظام حافظ الأسد ولكن أنا أتكلم عن الهيبة العربية والكيان العربي أنا أتكلم عن أمريكا إن كانت حريصة على الدم السوري والروح السوري والنفس السوري الإنسان السوري إن مات بسلاح كيماوي أو مات بالرصاص هو مات مات هي موتة وحدة إن مات بالكيماوي أمريكا من دخلت بالمليارات وبآلاف الأطنان هذه الأسلحة إلى الأراضي السورية وهي من أعطت أحدث الأسلحة للضرب واللقتل والتنكيل بين أبناء الشعب الواحد ولذلك أنا لما أقول لش أمريكا أمريكا ما هي حريصة أمريكا عندها هم واحد وديدا واحد وهاجس واحد هو الامن القومي الإسرائيلي كيان إسرائيلي ولكن عفونا سيد عبد الله أليس الأفضل لأمريكا وللغرب أن يحتفظوا بنظام الأسد على الأقل هو نظام معلوم ربما الجماعات الإسلامية المتطرفة كما يقال ستكون أخطر وأشد على إسرائيل لماذا كما يقال يقتلون الناس بالرصاص وعلى الهوية وقال يجهون روابط خطأ الرؤوس طبعا ولكن أيضا بشار الأسد يقتل الناس وأيضا هناك ضحايا من الطرفين لنكون محايدين ولكن أنت تقول بأن أمريكا تريد مصلحة إسرائيل هل مصلحة إسرائيل بوجود رئيس على الأقل موقوفه معلوم ولم يوجه رصاصة واحدة إلى إسرائيل لا شوفي أنا لست الآن الأول الأمة العربية الأمة العربية هي في الحروب حرب 73 وحرب 67 وفي الهزاء وفي النكسات العربية هذه الأزمة كانت عربية عربية ولم ينكسها إلا العرب هم من أنكسوا بعضهم والجوش العربية هم من قذلت بعضها البعض وخسرت المعارك أمام إسرائيل ولكن أنا لما أقول الآن بشار الأسد أو غير بشار الأسد النظام السوري أو غير النظام السوري أنا أقول هل انتهاك الإنسانية والحرمة الإنسان والدم العربي والإذلال العربي ليس موجود على أرض فلسطين اللي قاعدت مارسى إسرائيل إسرائيل لن يتجرأ أحد حتى يرفع الصوت عليها إيش معنى فقط يعني الآن بتقولي لي شارون ولا بيريز ولا غيره ولا هؤلاء الدمويين هؤلاء المجرمين اللي سحق أهانوا الكيان العربي والدم العربي هؤلاء شرفاء وبشار وبشار مجرم إذن هذه الإزدواجية المعايير وهذا التدليس الأمريكي والكذب الأمريكي على الذقون والذي قاعدت مارسى أمريكا والدجل والأسف الشديد ونحن والأسف الشديد الوطن العربي وضعنا تحت قمع أنا أقول الشغلة النظام العراقي لما ضرب الحلبشة بالكيماوي متى ضربها؟ بال86 متى أفشت أمريكا سر هذه الضربة؟ سنة التسعين بعد أربع سنوات أو خمس سنوات أفشت هذا السر أمريكا اللي تعرف لو تقطين بالقطب الشمالي إبرة تعرف مكان هذه الإبرة أين يكون أمريكا نزيل أفشت سر الحلبشة لأن متى ما استدعت الأمور أن تفتح الملفات تفتحها ومتى ما استدعت الأمور أن تحمي الأنظمة تحميها نعم دكتورة أدري لا لا بسنا نتخل يعني ينكمل دكتورة هل ستقف إيران مكتوفة الأيدي أمام ضربة محتملة لحليفتها الدائمة دمشق إيران وروسيا قبل عدة دقائق كان أحد السفراء الروس طبعا نفاجأ دائما بإتقانهم للغة العربية وفي هذه الأزمة الأزمة الحالية وهي عبارة عن ليبيا مصر اليمن وسوريا هذه المجموعة من الدول الحالية نفاجأ بالعديد من السفراء بإتقانهم للغة العربية وأنا أتمنى أني أشوف سفير كويتي يتكلم أي لغة يتقنها في الخارج لازم أقول هذا الشيء بس ما أنا بنا نذكر أساميهم بس في من يتقنون لغات البلدين يتقنون لغات البلدين يتقنون لأن المفروض عددهم يكون من الكثرة حتى لا تحصن أسماءهم وهم هذا السفير الروسي يعتقد في الأردن من حديثه سأله يعني يعني شابة ناشطة مثل أسئلة الذكية فقالت لي السفير أنتوا في روسيا ما هي ردود فعلكم وهل ستدافع عن الحليف سوريا فقال لها ضحك على كلمة حليف يعني قال لها إحنا لن نخوض إنما سنستنكر بشدة هذه الرسالة واضحة إن الحلفاء اللي إحنا في الثقافة أو في الصحافة الإعلام العربي نعدهم حلفاء واسات تحترق المنطقة اليوم كلامهم لا إحنا لن نتدخل فعلى النظام السوري أو على المعنيين في سوريا إنهم يعرفون إن الحليف بدأ يعطيهم ظهرة إذن تتوقعين أن الموقف السوري سيتكرر كما فعلت مع ليبيا يعني استنكرت بشدة الهجوم من النيتو على ليبيا ولم تفعل أي شيء إذا كان في تشابه بين الموقف في سوريا وليبيا فهو التدخل لإنقاذ الإنسانية عدم التدخل بالنظام السياسي ولكن لإنقاذ البشر الفرق بين السلاح الكيميائي والسلاح الدمار الشامل السلاح الكيميائي يستهدف الإنسان فقط الغازات الكيميائية لا تدمر مباني أو بنى تحتية طبعا ولها تأثير طويل يعني إلى الآن في حلبتشة كما قلت هناك من يعاني من أمراض خبيثة ستذهب هذه الرياح إلى دول التعاون وغيرها من دول الجوار السلاح الآخر يستهدف البنى التحتية لذلك السلاح الكيميائي معني بالتدخل لإنقاذ الإنسانية ومن غير المعقول أن أسمع بأن مئات الآلاف من اللاجئين إحنا استضفنا مؤتمر مساعدات سوريا استضفنا هذا المؤتمر بالكويت وكان من الدبلماسية المناسبة الذكية الكويتين تختار دور جمع المساعدات الدور الإنساني البحث الدبلماسية السعودية اليوم اختارت الدور اللوجستي الاستراتيجي بطرح فكرة متكاملة اقتراح فقط اقترحها السمو الأمير سعود الفيصل بأن ما نفذناه باليمن معروض بالإضافة إلى أمين عام مجلس تعاون معروض على الشأن السوري وهو عبارة عن النقاط السبع أو الثمان المعروفة التي خرجت بها دول التعاون دور تركيا استضافت مؤتمر أصدقاء سوريا وهو مؤتمر استضاف المعارضة السورية بالإضافة إلى المعونات والمساعدات بالإضافة إلى المعلومات التي لم تنشرها الصحافة العربية هذا المؤتمر كان في قطر في تركيا وفي المغرب والمغرب اليوم دورها مهم لأنها عضو لمدة عامين في مجلس الأمن دكتور نعود إلى الدور الإيراني ربما هناك من يقول بأن إيران ستجعل القوات الغربية تنزل إلى براث صراح طويل في المنطقة كما في أفغانستان أو العراق لذلك بدأت كلامي عن روسيا لأن ما قال السفير الروسي كررت إيران أننا سنستنكر بعض الأحاديث الإعلامية التي ساهمت في نشوء حرب نفسية ولكن لا يعني أننا في أمان في منطقة الخليج لا يعني أننا غير محتاجين إلى استراتيجية لحماية الخليج من أي تسرب إشعاعي أو نووي لأن علينا في هذا الموقع نستعد للأسوار إذن أنت توقع أنه لا يوجد أي ردة فعل لروسيا أو إيران ما عدا الاستنكار الشديد إعلاميا لا يوجد ردة فعل ولكن فعليا أنا دائما أدعو للاستعداد للسيناريو الأسوأ نعم سنخرج بفاصل آخر مشاهدينا ونعود بعد اللحظات مستمرين معكم بلقاء الرأي والحديث عن تداعيات الضربة العسكرية على سوريا النائب عبدالله تميمي تفضل يتبع لك ولكن بإيجاز أشكر الدكتورة ندى أنها صغرتني بيزاها الله خير طبعا ترى هذه هدية البرنامجة نعتبرها لي بارك الله فيك يعني سواء أن قلنا أمريكا أو لم نقل أمريكا شئنا بينها نضع المصطلحات فلنختصرها بالنيتو ومن يقود النيتو هي الولايات المتحدة الأمريكية أن كانت تضرب فرنسا وتضرب بريطانيا فإذن الغطاء هو النيتو ومن يقود النيتو هي أمريكا وأمريكا معروفة ووابتها لضرب أي دولة لضرب أي نظام لانتهاك حرمة أي بلد تتذرع تحت أمور الإنسانية والديمقراطيات هذا الملفين دائما تتحدث عن الإنسانية وعن الديمقراطية ومن ثم تنتهك الشعوب الآن أنا حديثي هل الفساد وهل الفقر وهل الدكتوريات وهل القمع موجود فقط في الشرق الأوسط وفي الدول المحيطة لإسرائيل التي تريد أن تقلم أظافرها أمريكا وتقطع أصابعها أم هي موجودة كما أسلفت في بداية الكلام في بداية الحلقة هذه أمريكا الجنوبية مثال للفساد مثال للدكتوريات مثال الأنظمة القمعية وكذلك عندنا المشهد موجود في شرق آسيا لماذا فقط عندنا في الشرق الأوسط هذا واحد فلذلك أنا من لما أتكلم ليس بدفاع عن بشار الأسد ونظام حافظ الأسد ولكن أنا أتكلم عن الهيبة العربية والكيان العربي أنا أتكلم عن أمريكا إن كانت حريصة على الدم السوري والروح السوري والنفس السوري الإنسان السوري إن مات بسلاح كيماوي أو مات بالرصاص هو مات مات هي موتة وحدة إن مات بالكيماوي أمريكا من دخلت بالمليارات وبآلاف الأطنان هذه الأسلحة إلى الأراضي السورية وهي من أعطت أحدث الأسلحة للضرب و للقتل و التنكيل بين أبناء الشعب الواحد ولذلك أنا لما أقول أمريكا 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 ما هي حريصة أمريكا عندها هم واحد و ديدا واحد و هاجس واحد هو الأمن القومي الإسرائيلي كيان إسرائيلي ولكن عفونا سيد عبد الله أليس الأفضل لأمريكا و للغرب أن يحتفظوا بنظام الأسد الأسد على الأقل هو نظام معلوم ربما الجماعات الإسلامية المتطرفة كما يقال ستكون أخطر وأشد على إسرائيل لماذا كما يقال هم قتلون الناس بالرصاص و على الهوية و قتلون روابط خطأ الرؤوس طبعا ولكن أيضا بشار الأسد يقتل الناس وأيضا هناك ضحايا من الطرفين لنكون محايدين ولكن أنت تقول بأن أمريكا تريد مصلحة إسرائيل هل مصلحة إسرائيل بوجود رئيس على الأقل موقفه معلوم و لم يوجه رصاصة واحدة إلى إسرائيل لا شوفي أنا لست الآن الأولى الأمة العربية هي في الحروب حرب 73 و حرب 67 و في النكسات العربية هذه الأزمة كانت عربية عربية و لم ينكسها إلا العرب هم من أنكسوا بعضهم و الجيوش العربية هي من قذرت بعضها لبعض و خسرت المعارك أمام إسرائيل ولكن أنا لما أقول الآن بشار الأسد أو غير بشار الأسد النظام السوري أو غير النظام السوري أنا أقول هل انتهاك الإنسانية والحرمة الإنسان والدم العربي والإذلال العربي ليس موجود على أرض فلسطين اللي قاعدت مارسى إسرائيل إسرائيل لن يتجرأ أحد حتى يرفع الصوت عليها ما معنى فقط يعني الآن بتقول لي لي شارون ولا بيريز ولا غيره ولا هؤلاء الدمويين هؤلاء المجرمين أهانوا الكيان العربي والدم العربي هؤلاء شرفاء وبشار وبشار مجرم إذن هذه الإزدواجية المعايير وهذا التدليس الأمريكي والكذب الأمريكي على الذقون واللي قاعدت مارسى أمريكا والدجل والأسف الشديد ونحن والأسف الشديد الوطن العربي وضعنا تحت قمع أنا بقول الشغلة النظام العراقي لما ضرب الحلبشة بالكيماوي متى ضربها؟ بال86 متى أفشت أمريكا سر هذه الضربة؟ سنة 90 بعد أربع سنوات أو خمس سنوات أفشت هذا السر أمريكا اللي تعرف لو تقولون بالقطب الشمالي أبرة تعرف مكان هذه الأبرة أين يكون أمريكا أفشت سر الحلبشة لأنه متى ما استدعت الأمور أن تفتح الملفات تفتحها ومتى ما استدعت الأمور أن تحمي الأنظمة تحميها نعم دكتورة أدري لا 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 بسنا ندخل يعني نكمل سئلتنا دكتورة يعني هل ستقف إيران يعني مكتوفة الأيدي أمام ضربة محتملة لحليفتها الدائمة دمشق؟ إيران وروسيا قبل عدة دقائق كان أحد السفراء الروس طبعا نفاجأ دائما بإتقانهم للغة العربية وفي هذه الأزمة الأزمة الحالية وهي عبارة عن ليبيا مصر اليمن وسوريا هذه المجموعة من الدول الحالية نفاجأ بالعديد من السفراء بإتقانهم للغة العربية وأنا أتمنى أني أشوف سفير كويتي يتكلم أي لغة يتقنها في الخارج لازم أقول هذا الشيء نحن لا نذكر أساميهم لغات البلد التي يتقنونها لأن المفروض عددهم يكون من الكثرة أنك حتى لا تحصين أسماعهم هذا السفير الروسي يعتقد في الأردن من حديثة أسألة شعبة ناشطة مثل أسئلتك الذكية فقالت لي السفير أن أنتم في روسيا ما هي ردود فعلكم وهل ستدافع عن الحليف سوريا فقال لها ضحك على كلمة حليف قال لها إحنا لن نخوض إنما سنستنكر بشدة هذه الرسالة واضحة إن الحلفاء اللي إحنا في الثقافة أو في الصحافة الإعلام العربي نعدهم حلفاء واسات تحترق المنطقة اليوم كلامهم لا إحنا لن نتدخل فعلى النظام السوري أو على المعنيين في سوريا إنهم يعرفون أن الحليف بدأ يعطيهم ظهرة إذن تتوقعون أن الموقف السوري سيتكرر كما فعلت مع ليبيا يعني استنكرت بشدة الهجوم من النيتو على ليبيا ولم تفعل أي شيء لنظام ليبيا إذا كان في تشابه بين الموقف في سوريا وليبيا فهو التدخل لإنقاذ الإنسانية عدم التدخل بالنظام السياسي ولكن لإنقاذ البشر الفرق بين السلاح الكيميائي والسلاح الدمار الشامل السلاح الكيميائي يستهدف الإنسان فقط الغازات الكيميائية لا تدمر مباني أو بنى تحتية ولا تأثير طويل أي تغيير في الرياح ستذهب هذه الرياح إلى دول التعاون وغيرها من دول الجوار السلاح الآخر يستهدف البنى التحتية لذلك السلاح الكيميائي معني بالتدخل لإنقاذ الإنسانية ومن غير المعقول أن أسمع بأن مئات الآلاف من اللاجئين استضفنا مؤتمر مساعدات سوريا استضفنا هذا المؤتمر بالكويت وكان من الدبلوماسية المناسبة الذكية الكويتين تختار دور جمع المساعدات الدور الإنساني البحث الدبلوماسية السعودية اليوم اختارت الدور اللوجستي الاستراتيجي بطرح فكرة متكاملة اقتراح فقط اقترحها السمو الأمير سعود الفيصل بأن ما نفذناه باليمن معروض بالإضافة إلى أمين عام مجلس تعاون معروض على الشأن السوري وهو عبارة عن النقاط السبع أو الثمان المعروفة التي خرجت بها دول التعاون دور تركيا استضافت مؤتمر أصدقاء سوريا وهو مؤتمر استضاف المعارضة السورية بالإضافة إلى المعونات والمساعدات بالإضافة إلى المعلومات التي لم تنشرها الصحافة العربية هذا المؤتمر كان في قطر في تركيا وفي المغرب والمغرب اليوم دورها مهم لأنها عضو لمدة عامين في مجلس الأمن دكتور نعود إلى الدور الإيراني ربما هناك من يقول بأن إيران ستجعل القوات الغربية تنزلق إلى براث صراح طويل في المنطقة كما في أفغانستان أو العراق لذلك أنا بديت كلامي عن روسيا لأن ما قال السفير الروسي كررت إيران أننا سنستنكر بعض الأحاديث الإعلامية التي ساهمت في نشوء حرب نفسية ولكن لا يعني أننا في أمان في منطقة الخليج لا يعني أننا غير محتاجين إلى استراتيجية لحماية الخليج من أي تسرب إشعاعي أو نووي لأن علينا في هذا الموقع نستعد للأسرع إذن أنت توقع أنه لا يوجد أي ردة فعل لروسيا أو إيران ما عدا الاستنكار الشديد إعلاميا لا يوجد ردة فعل ولكن فعليا أنا دائما أدعو للاستعداد للسيناريو الأسوأ نعم سنخرج بفاصل آخر مشاهدينا ونعود بعد لحظات أهلا بكم مجددا بحلقة من برنامج لقاء الراي والحديث عن تداعيات الضربة العسكرية على سوريا أتوجه بالسؤال للسيد أسامة الطاحوس ما رأيك بالموقف الروسي هل سيكون نفس الموقف السابق للحليف الليبي أم أن هناك ردة فعل أكبر وخصوصا أن سوريا أرسلت سفينتين حربيتين إلى المنطقة حلو دعينا شيء أعرج على نقطة مهمة روسيا أرسلت روسيا أنا قلت سوريا لا روسيا من خلال المنطقية الفكرية لما نقول بأن أمريكا تريد ضرب روسيا أو سوريا من أجل خدمة إسرائيل فأنا أتصور ليست أمريكا من السذاجة حتى تنشئ أفغانستان جديدة في المنطقة تكون هي مركز خصب للتيارات الدينية أو التيارات ما يسمى مثلا بالإرهابية لضرب والهجوم على إسرائيل فهذه هي معادلة صعبة أن أهضمها في وضع ما نشاهده في المنطقة الأرضية خصبة في العراق للجماعات الإرهابية والضرب وما شابه ذلك وعدم الاستقرار فليس من صالح القوات أو الولايات المتحدة الأمريكية بخلق أرض غير مستقرة قريبة من إسرائيل أما النقطة الثانية في قضية حلبتشة ماذا حلبتشة تسترت عليها؟ ما درينا فيها بعد الغزو؟ لا الإعلام الغربي تحدث عنها ولكن المواقف السياسية لن تكون واضحة ولكن الإعلام العربي عندما وصل فاكسات بضرب حلبتشة تستر عليها ولم يعلنها أبدا إلا بعد ذلك بعد فترة من الزمن أعلنها لأنها اختلفت المصالح واختلفت الرؤية الحقيقية للوضع الأقليبي أما بالنسبة حقيقة إلى روسيا روسيا من صالحها أن تكون لها أرض خصبة وأرض وموضع قدم في الشرق الأوسط وأجد حقيقة من خلال تتبعاتي البسيطة من خلال ما أشاهد بأن دائما روسيا تظهر بالمظهر المعارض دائما ثم بعد ذلك تنقلب في قضايا كثيرة بل حتى مثلا الإيرانيين عادة هم أشطر الناس يلعبون سياسة يلعبون هجوم ثم يلعبون انسحاب وهي دائما إيران أشاهدها دائما من خلال تتبعي أن إيران قوة في التصاريح سنقفل سندمر وحرف السين تضعها في أول الكلمة ولكن واقعيا هي إيران لا تسلك هذا المسلك ولو تتبعناها لو وجدنا أن إيران عادة تظهر مثل هذا المظهر من خلال تصدير مشاكلها الداخلية بتصديرها إلى الخارج من خلال محاولة لملمة وضعها الداخلي من خلال هذه العمليات السياسية والبروغندة الإعلامية التي تسلكها إذا إجابتك بأن لن تكون هناك أي ردة فعل على أي ضربة عسكرية لسوء أنا أتصور بأن الاقتصاد هو أهم من كل شيء جميع الحروب تقوم على العملية الاقتصادية فليس من صالح إيران أن تدخل طرفا في حرب وشاهدناها بالكثير إيران كم حرب دخلتها دكتورة؟ هي حرب واحدة مع العراق وبعد ذلك مجرد دعم لخلايا أو دعم لأقلبيات ولكن ربما يختلف هذا المشهد الآن أنها سوريا حليفة طهران لا أجد سيختلف إيران تستطيع كل الدول وهناك أدوات لإيران بسوريا لا توجد في عالم السياسة صديق دائم وعدو دائم هي على حسب المصالح وإذا تبدلت المصالح فستجد إيران تتبدل مع هذه المصالح في عالم السياسة نعم السيد عبدالله التميمي هناك في سوريا قوات الجيش الحر على الأرض كيف ترى تأثير هذه الضربة العسكرية على هذه القوات؟ طبعا أنا أعتقد أن إذا كانت تعتقد الأمريكا أو أن نفرض الناتو أن يضرب ضربة لأهداف معينة في سوريا أنا أعتقد من البديهة ستكون هناك ردة فعل لسوريا والحلفاء سوريا في المنطقة أنا أعتقد إيران سوف تكون لها ردة فعل عسكرية لأن طبعا ومن يقول بأن على هامش ضرب سوريا أيضا هناك تتحرك طائرات إسرائيلية وتضرب المفاعل النووية في بوشهر إذن السيناريو مفتوح على مصراعه كل التوقعات واردة حزب الله أيضا لديها إيران من مصلحتها أن تخوض حرب استنزاف مع أمريكا أمريكا والناتو ليس لديه نفس في أمور حروب الاستنزاف والدليل حرب الثلاثة وثلاثين يوم حرب تموز في جنوب لبنان إسرائيل من هي بادرة بوقف الحرب إسرائيل من هي أعلنت الهدنة إسرائيل من هي وقفة الحرب لأن حرب الاستنزاف إيران لديها خبرة حرب ثمان سنوات مع العراق وأنتم تعلمون تماما أن حربها مع العراق كانت حرب العالم دول فرنسا ودول كانت تدعم نظام صدام حسين في ذاك الوقت ضد إيران فإيران قوية جدا في حرب الاستنزاف وتريد أن تأخذ بعد أكبر أيضا لا نخفيكم سرا هناك سبع ولايات أمريكية فيدرالية هي ولايات ذات الاقتصاد المتين من تحمل على عبها وعاتقها الاقتصاد الأمريكي السبع ولايات هذه سبق وأن حذرت الحكومة المركزية الاتحادية بأنها سوف تعلن انفصالها من الاتحاد الأمريكي في حال أن تعرض الاقتصاد الأمريكي لأيها الزات فالحرب الاستنزافية هذه متى ما دخلت أنا أعتقد إيران سوف تجر في تصريحات هذه سوف تجر أمريكا لحرب الاستنزاف ومن ثم واشنطن تبعد عن المنطقة بعشرات آلاف الأميال أكثر من 11 ألف ميل تبعد واشنطن بعيدة هي هدفها بعيد نيويورك بعيدة الولايات المتحدة بعيدة ولكن ولاية تل أبيب قريبة ولاية تل أبيب قريبة فإذا سوف تستهدف أمريكا بإسرائيل ومن ثم تكون تل أبيب أيضا هدف للصواريخ عبر طويلة المدى سواء الإيرانية أو التي بحوزة حزب الله أو التي بحوزة الجيش الجمهوري السوري إذن أنت تتوقع كما قال وزير خارجي الإيراني محمد جواد بأن المنطقة ستشتعل وأن حدود الصراع سيتوسع ما رديت علي على قوات الجيش الحر هل ستتأثر هذه القوات هل الضربة ستكون بالنسبة لهم لها تأثير معنوي فقط أم عسكري شوفي أنا أعتقد القوات الجيش الحر هي حرب عصابات الآن وحرب الشوارع وليست حرب ميادين وحرب عسكرية ذات كفاءة على فكرة حرب المدن وحرب الشوارع صعبة جدا على الجيش النظامية يعني الآن الجيش السوري في معاناة ليس لأنه أمامه قوة عسكرية فتاكة أو قوة عسكرية ولكن حرب شوارع مدن ناس تحيط في مدن سكنية فيها أطفال فيها أسر فيها كبار سن ومن ثم تبادر بإطلاق النار وتبادر بإطلاق الصواريخ على مواقع عسكرية أو على مدن آهلة أخرى في السكان ولذلك تصبح ردات فعل وحرب المدن وحرب المناطق هذه صعبة على الجيش النظامية ولكن هي بالمحصلة على الأرض الواقع المشكلة الآن لما نقول الجيش الحر هل هو الآن أنا أقول صراحة هل حتى هناك في قوات تنزوي تحت قيادة الجيش النظامي السوري ليست بسوريا ولذلك أيضا الجيش الحر هل هو جيش سوري هناك مقاتلين من أفغانستان ومن الشيشان ومن ليبيا ومن ثم ومن كل قطر أغنية ومن الصومال وما شابه ذلك فإذن هناك أصبحت سوريا أصبحت سوريا حلبت اغتتال وقتال من جميع الأطراف دخلت وانزوت كلهم تحت الجيش سواء الجيش الحر أو الجيش النظامي فلذلك هي الوضع صعب أنا أعتقد أي ضربة لسوريا لن يسقط النظام السوري لن يعطي الأرجحية للجيش الحر ضد الجيش النظامي بل الخشية والخشية وهذا المتوقع ولكنهم قالوا بأنهم سيضربون سوريا للفث نظر الرئيس السوري بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية مستقبلا لم يعلنوا عن إسقاط النظام من قال أن النظام السوري إذا تلقى كف لا يبادر هو بالكف الآخر فهذا المعيار للفاشل دكتورة ندى إضافة إلى كلام السيد عبدالله تميمي لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني قالت بأن الرد على أي صاروخ يستهدف سوريا سيرد عليه بصاروخ يستهدف تل أبيب وأنت تقولين بأن إيران لن تفعل شيء غير الاستنكار أنا من منظور نظري من منظور تحليلي فقط أحاول أن أجد الفرص والتحديات أمام متخذ القرار في إيران الفرص الموجودة أن تكون حليف مستقبلي البحر قزوين النفط الاقتصاد هناك دوافع لإزالة العقوبات على هذا النظام والحظر الاقتصادي وفتح صفحة جديدة وهذه طبعا أتوقع أنها تكون في إطار حسبة المواقف في الفترة الحالية أنا ما أقول هالشيء بس أنا أحيانا أجد بأن هذه تصريحات الاستهلاك الإعلامي المحلي بالشعور بالتماسك والشعور بالاستمرارية بالقضايا أنا يعني في ناحية التنبؤ سيئة جدا ولكن أقرأ الفرص والتحديات الآن نحن نواجه أزمة في سوريا الآن الأنفاس حبست ليس بسبب ضربة ولكن بسبب قانونية هذا التدخل ما هي العوامل التي سيجدها مجلس الأمن قانونية ما هي العوامل التي ستدفع المجتمع الدولي أنه ما يستمع للفيتو في مجلس الأمن أنا أعتقد بأنها عبارة عن أدلة يجدها المفتشين في سوريا في زيارتهم القادمة عن استخدام السلاح الكيماوي هذه النقطة الأولى ولكن أكتورة كما قال السيد احتمال بأن هذه الضربة ستقوي النظام السوري يعني كما يقولون الضربة التي لا تفصل ضارق ستقويك يعني اليوم المسودة البريطانية أول نقطة فيها حماية المدنيين وهذا السبب الرئيسي النقطة الثانية وهي تقليل أو كما يسميها قدرات النظام وحضر استخدام الأسلحة الكيميائية حتى الحزب المعارض في البرلمان البريطاني تحدث عن حضر استخدام الأسلحة الكيميائية فوجود هذه الأسلحة اليوم أجد بأنها أشاعت نوع من التماسك لدى الموقف الدولي لكن ما هو ثمن عدم اتخاذ القرار كنت أعفوا دكتورة قلت حماية المدنيين أيضا في الحرب ربما تستخدم أسلحة كيميائية أسلحة أقوى من ذلك بكثير من يضمن حماية المدنيين؟ لو اليوم ما اتخذنا قرار حماية المدنيين ترى هذه ثالث سنة السوريين في سن المدارس ما يدخلون مدارس ثالث سنة قاعدين بالمخيمات ثالث سنة مشتتين لا يمكن أن نسكت على مئات الآلاف من هذا الشعب يعني نحن هذه أول سنة نواجه لاجئين عرب في دول عربية يعني لازم هذا الشيء يكون فيه قرار لحماية المدنيين المؤتمر الضخم الذي استضافته للكويت للدعم الإنساني للشعب السوري يجب أن يكون هناك عملية اتخاذ القرار لتوصيل هذه المساعدات فإذا كانت كل هذه الجهود غير مستعدة لدعم كيان دولة إشاعة الديمقراطية لأن فعل الديمقراطية تقلل من حدوث الحروب وغيرها وإن كان الآن الحديث عن نوع الديمقراطية باعتقادش أن الهدف بالأخير هو دمرقة سوريا سيكون هناك نظام ديمقراطي في سوريا بعد هذه الضربة العسكرية أنا مع النظريات التي تدعم إشاعة الديمقراطية بأنها تقلل من الحروب وتقلل من النزاعات ولكن أي ديمقراطية لهذا المكان من العالم أو للدول الأسيوية مع حقوق الإنسان مع التعددية مع تغيير هذه النظم إلى نظم ديمقراطية لأن هذه النظم نسمع فيها صوت الإنسان لا يتكلم وبالأخير أنا أقول فعلا عن الشعب السوري استمع إليهم قبل أن تتحدث عنهم الشعب هذا يعاني فما أقدر أنا من اليوم أتكلم في دولة في هذه الظروف السلمية وأقول دعهم ولكن نخاف عن النظام فعلا المدنيين بحاجة إلى حلاية سيد أسامة طاحوس يبدو أنك تتفق منذ بداية هذه الحلقة مع الدكتورة ندا المطوع على الضربة العسكرية به أهداف محدودة كيف نضمن يعني هذه الضربة سيكون فيها استخدام للطائرات مدمرات سيقتل ربما آلاف المدنيين أيضا سألتي تربوي ولم تسألي عسكري في هذه المسألة هذه السلفي العسكريين هم الذين منخصصين في هذه المسألة من توجهك إنساني ومطلق بأنك تريد الحفاظ على المدنيين لا يوجد ضمانات ولا يوجد ضمانات ولكن هناك مفاضلات هل إذا استمر الوضع السوري على حاله هل سيقف حمام الدم أبدا سيزيد لا هذا سيقبل هذا ولا هذا سيقبل الآخر وصلوا إلى مفترق طرق إذن ما الحل؟ أطفال مشردين أطفال يقتلون نساء شهدنا مذابح شهدنا انحطاط في المفهوم الإنساني شهدنا أن المسألة أصبحت من مفهوم إنساني بل جاءت تداعيات أخرى أكبر خطورة ألا وهي المفهوم العقائدي والطائفي أصبح اليوم مسألة الانفصال من الدولة الموحدة اليوم وإلى تقبل الآخر وإلى يعيش جميع الأطياف في بوتقة واحدة أصبحنا اليوم نشهد أكبر خطر وهو تفكيك المجتمع بالكامل لا أقول سوى كلمة واحدة أن التدخل لا بد أن يكون لحفظ كرامة الإنسان وحفاظ على ما بقى من الدم في جسد الإنسان حتى لو يكون هذا التدخل بشأن داخلي عربي سوري يا سيدة الفاضلة دعونا نتكلم بصراحة لا نتكمل بمجاملات العرب فشلوا في قيادة الدول طوال تلك السنوات السابقة في العراق ما كانوا يطالب في البعث إبان المجازر والدماء كان لا يعلو صوتهم فوق صوت البندقية أو صوت الحرب أما كنا نسمع هذا شهدنا مذابح باسم كرامة العرب كرامة العرب من هتك سترها العرب نفسهم نحن نريد عودة وأنا مع الدكتورة أن الطريق والخلاص الوحيد الآن يدول عربية تعلموا من سوريا تعلموا من العراق تعلموا أن السبيل الوحيد للحفاظ على دولكم والحفاظ على مجتمعكم والحفاظ على دماؤكم هو السير نحو الديمقراطية ولم نبث الشعوب نعم السيد تميمي هناك حديث طبعا أنت الحين بروحك في الحلقة أنا موقف المقايد الدكتورة والسيد الخلاف السامة تحدوا عليك الحين في حديث كان يكرر أيام الحرب على العراق بأن هناك ستكون تقسيمات مذهبية عرقية في حال تحرير العراق من نظام صدام حسين الآن يتكرر هذا الحديث على سوريا هل تعتقد بأن بعد الضربة ممكن احتمال أن تقسم سوريا كما نعرف هناك أكراد علويين سنة شيعة مسيحيين يعني نرى في العراق طبعا هناك تقريبا شبه تقسيم في العراق بحكم أن أعلنت كردستان حكم مستقل ولدي حكومة مستقلة في شمال العراق في كردستان وهذا جزء كبير من العراق استقل أنا أعتقد لو تصبح هناك فيدراليات في العراق وتستقل أو تقسم العراق هناك للأسف الشديد سوف تقسم على طوائف وعلى قوميات وعلى ملل وثيات ومن ثم الخاسر الأكبر في هذه التقسيمة هي الطائفة المسلمة السنية بحكم أنها ليست لها الحظوة في النفط وليست لها الحظوة في المواقع الاستراتيجية ومن ثم النفط يكمن تحت وطأة حكومة الأكراد وأيضا تحت حكم إذا انتم حكم الفيدرالية المسلمة الشيعية ومن ثم يصبح من الخاسر فلذلك أنا أعتقد أن هذا مرفوض يجب أيضا لا نعطي ذريع لما تم في شمال العراق أنا ضد ضد حكم كردستان ضد تقسيم العراق أنا مع العراق الموحد العراق الواحد نحن خرجنا من حقبة الطاغية صدام حسين والحزب الفاجر اللي هجم على الكويت في ليلة الغدر ولذلك الآن العراق عراق الدموقراطيات عراق التي الآن تمتد جسورها مع الكويت في كثير من التعاون وكثير من بناء العلاقات القوية ليست مصلحة أحد نحن دولة صغيرة لا نجعل يجب علينا نحن في الكويت أن نعمل توازن في العلاقات الخارجية مع المحيط الإقليمي لنا ليس من صالحنا أن نعادي إيران ليس من صالحنا أن نعادي العراق ليس من صالحنا أن نعادي السعودية يجب أن نعمل توازن يجب أن نكون على علاقات وطيدة مع الجيران لأننا نحن شعب صغير تقليل العدد صغير المساحة مقدراتنا إمكانياتنا بسيطة أمريكا لن تنفعنا في حال أن وقعت الكافة لا سمح الله أمريكا ليس لديها صديق دائم وليس لديها عدو دائم بل لديها مصلحة متى ما اقتضت المصلحة أنت صديقي ومتى انتفت المصلحة فأنت عدوي فلذلك لا نعول على الناتو ولا نعول على أمريكا أنت مع نظرية المؤامرة وتقسيم الشرق الأوسط الجريد يبدو أنها معشعشة لديك دكتورة ندا بعدما قالها السيد التميمي بأن هناك سيناريو على المنطقة ربما سيناريوات كثيرة سيناريوات كثيرة هل مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي محصنة من الثورات أو الربيع العربي كما يقولون هل الملف الخليجي سيكون بعد السوري والأردني ربما دول محصنة في هذا الوقت هذا المفهوم لا أعتقد أنه موجود لأن أفضل الأمور أفضل الأمور في مجلس التعاون الخليجي هناك ارتفاع المستوى المعيشة هناك رفاهية نوعا ما لا توجد أسباب حقيقية وقوية لقيام أي انقلاب على أي من هذه الأمور تقصدين بالشأن الداخلي الشأن الداخلي نعم الشأن الداخلي الخليجي أعود مرة أخرى كلما عززنا التعددية مؤسسات ديمقراطية جمعيات نفع العام أشعرنا المواطن الخليجي أن فعلا مجلس التعاون الخليجي هدف المواطن فالمواطن سيشعر بالمزيد من الاستقرار ونستطيع أن نتعامل مع هذه الخلافات والاعتراضات بمرونة لا يهتز نظام لمجرد خروج بعض المواطنين في مظاهرة أو غيرها بالعكس يمتص هذا النظام عولمة العمل السياسي حتى لو كانت هناك مؤامرة وجدولة لهذه الدول من الغرب كما يقول السيد لا أنا هي نظرية المؤامرات بحد ذاتها وأن كانت تقوي عضلات التحليل السياسي في الكثير من الأمور لكني أنا مو يعني أنا يمكن واقعية أكثر من لازم دائما أبحث عن الأدلة الواقعية الشيء الآخر وبعدين أعتقد بأننا إحنا أقوى من أن نضعف أنفسنا ونرى أن الآخر يتآمر يعني إحنا عندنا الموارد عندنا الموارد البشرية الموارد النفطية الموارد الطبيعية فالمفروض أن نكون على قدر من العلم باستخدام استخدام جيد الشيء الآخر نقرأ طبعا الفرص والتحديات والمصالح واتفاق المصالح دول مجلس التعاون في أزمة اليمن وما زلت أنا أعتقد بأن اليمن وسوريا وليبيا وكونسوفو في التسعينات لها سيناريوهات مشابهة في أزمة اليمن خرج عن نطاق أدبيات الإعلام الخليجي وأصدر قرار جريء جدا تجاه اليمن حتى تناول سبل انتقال النظام إلى نظام آخر نظام سياسي آخر يأتي هذا الخطاب من دول خليجية فهذه كانت جرأة غير معروفة وكان يمكن غير مسبوقة وكان يمكن الأمين العام الزياني ما صار لحتى أسبوعين في مركزه فمثل ما تعاملت دول الخليج مع اليمن أتوقع أن يكون لها دور متكامل بتعاملها مع الملف السوري الفرق بأن هناك قيادة سعودية لسياسة الخارجية الخليجية بحديث سمو الأمير سعود الفيصل وأن يكون الدور الكويتي دور داعم بالنسبة لمثل المؤتمر التي استضافتها لكويت 59 دولة لدعم اللاجئين لا يمكن أن تغوم دولة بهذا المجهود حتى فرنسا لما استضافت المؤتمر لم تحصل على هذا العدد أو هذه القيبة فدور الدعم بالمساعدات الإنسانية تقوم في الكويت ودور التفصيل تقوم في السعودية إلى جانب دولة الإمارات ولا ننسى أن العضوية بالنيتو كعضو خارج حلف النيتو هناك دول خليجية لها عضوية ماذا سيكون دورها؟ ما سيكون دورها؟ هل سيستمر لأن مواقع على اتفاقية استطابول هل سيكون دورها فقط تدريبي كما هو الآن؟ أم سيطلب منها أن تقوم لعمل معين؟ وهذه الفترة المهمة في فترة إدارة الدولة لا أعرف لماذا لم يقوموا بهذا الدور باليمن؟ سنتحدث عن إدارة الدولة وفقه لخمايتها من أنها تكون دولة فاشلة نعم ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا فاصل سريع وسنعود عدنا معكم مشاهدينا إلى حلقة لقاء الراي والموضوع عن تداعيات الضربة العسكرية المحتملة على سوريا ناقشنا الوضع الإقليمي الآن ناقش الوضع المحلي ويقول لكم أعضاء في مجلس الأمة سمعنا تصريحات عديدة من الصحة من الدفاع من الكهرباء والماء بأن هناك مخزون واستعدادات لكل الطوارئ وبأن الدولة على أتم الجهوزية لأي طارئ سوف يحدث في المنطقة ونحن مواطن يتطمن يعني نحن نتكلم هنا بالتصريحات الحكومية بأن هناك هناك توجه عام لجعل المواطن يطمئن على هذه الإجراءات ونشوف في حريجة كل يوم بالإجهارة والشدادية ونشوف أي استعداد لحرائق يعني هي ليست بسيطة ولكنها داخل الدولة وليست حرب شنو دوركم كنواب هل هناك في جلسة في ضغط على الحكومة هل تطالعيني وطالعيني سؤالة تفضل السيد طاحس أكبر مني سنن لا تفضل بالنسبة طبعا لإستعدادات الحكومة نحن دائما نكتشف بأن الحكومة دائما تأتينا بأخبار تسعدنا والله إحنا إستعداداتنا جيدة ولكن واقعنا نرى بعرض الواقع لا يوجد استعدادات لأن الحكومة لم تضع أساسا خطط لمثل هذه الطوارئ في دول متقدمة دائما أو في الدول التي تكون في إقليم ملتهب عادة نجد بأن هناك احتياطات إجراءات شيء واحد الذي دائما الحكومة تقوم فيها صفارة الإنذار فقط هذا اللي تتعمل لنا التست فيها ونسمعها في كل صباح كل شهرين ثلاثة نسمعها هذا أمر ليس بطبيعي ثم بعد ذلك تقول الحكومة بأن اليوم الوزير أنس صالح أن مخزون السلع وإلى آخر لدينا تجربة في إضراب الجمارك نفذت خلاثت هيام ما هي هذه الاستراتيجية التي لديكم خصوصا أن المتبصر والخبير الاستراتيجي في المنطقة يعلم أننا قادمون على حرب وقائمون على أزمة في المنطقة ما هي الإجراءات الحقيقية قد أكون قاسي في هذا الأمر ولكن ليس قساوة متصيد للأخطاء الحكومة ولكن أنا متخوف من السيناريوهات تعود مرة أخرى على أشياء خصوصا وما هو دوري كنائب دوري كنائب أنا أول شيء أتابع وكنت أنا متابع دائما حتى أني خطبت قبل ساعات وزير الداخلية وأشار حقيقة إلى أن السعادات الأمنية والتحوط الأمني على قدم وساق في هذا الأمر وهذه خطوة جيدة إن كانت نعدها جيدة ولكن كذلك بالأمر الآخر عندك جانب أمني كذلك يعني أنا أوجه خطابي الآن لوزير الإعلام وأقول له شيء واحد احذر أن تنقلب المسألة إلى مسألة طائفية لأن في كل مشكلة في كستريكة لو تحدث مشكلة انقلبت صداها في الكويت وانقلبت إلى طائفية نحن لن نقبل أن تكون الكويت الجسد المريض الذي يستقبل أمراض الدول الأخرى نحن نجلس نعم الآن نجلس مساحة لنا كمحللين وك الرأي سياسي ليس كنظرة نيابية أو توجه نيابي ولكن الآن نتكلم في شيء نيابي وهو الحفاظ على الوحدة الوطنية والحفاظ على هذه الرصانة بخصوص المجتمع نحن في خطر لأن القضية السورية ومع ذلك تؤيد الضربة العسكرية على السورية وأنت تعرف أن هناك احتمال أن يكون هناك خطراً على الوضع الطائفي في الكويت لا هذا ليس مبرر أنا أتكلم عن إنسان قد أكون مخطئ في هذا الرأي نعم ولكن العكاسات هذه الحرب على المجتمع على المجتمع الكويت يا سيدة الفاضلة لما قامت مظاهرات انقلبت طائفية وأمور أخرى أنا أتكلم هنا هنا جانب إنساني الآن تحولنا إلى جانب أمني في بلد الكويت لا نقلب المسألة وتتحول إلى مسألة طائفية أعذر لأن خصوة بالانتخابات رفعنا الشعارات الطائفية مظاهرتين في أقصر الشارع أنقلبة طائفية كما قلت تصريحات فردية تتحول الأمور إلى الطائفية وهناك أكثر من شاهد على هذا الكلام وهناك من يبحث عن أي جنازة فما بالك بحرب على سوريا يا سيدة الفاضلة أنا أتكلم حرب على سوريا أنا أتكلم من جانب إنساني ولكن ليس مبرر بأني أخشى أن تنقلب يعني أبرر ما يحدث من الدم الإنساني أنا أتكلم عن الدم والإنساني ولكن إذا كانت المعركة قادمة بدأ الوقت يداهمنا السيد أتميمي هناك دعوات لعودة العمل بقانون التجنيد الإنزامي وسمعت بأن هناك احتمال أن يدخل قانون بدور العقاد الجديد لماذا فشل هذا القانون بالسابق لماذا سيردونه مرة ثانية طبعا مشروع الحكومة بقانون خدمة العلم أو تسميه بخدمة العلم اللي هو التجنيد بمشروع قانون جديد طبعا القانون السابق قانون التجنيد لم يلغى بل أوقف أوقف العمل فيه في فرق بين أن يلغى الحكومة أوقفته والدليل إيقاف الحكومة في ذاك الوقت في 2001 قانون التجنيد دليل على أن فشل هذا القانون كان فشل وأنا من الناس اللي خدمت في التجنيد سنتين فعلا التجنيد هذا ليس لها طعم ولا لون ولا شكل ما خدم بل عكس ضر لأن ما كان يصب في خدمة المؤسسة العسكرية وخدمة الشاب الكويتي والمواطن الكويتي بقدر ما كان يصب في خانة المصالح المعينة ولكن إن كنا نريد فعلا أن نحمل أبناء الشعب الكويتي وابنات الشعب الكويتي مسؤولية الوطن يجب أن نضع قانون ومشروع قانون إن كان حكومي أو باقتراح بقانون نيابي أن يكون هناك شيء نموذج يحتذا فيه نموذج نستفيد فيه أن تكون هناك تجنيد وليس التجنيد بمعناه هذا التجنيد أن تكون هناك خدمة للوطن أن يدرب الشاب الكويتي والشاب الكويتي الدفاع المدني الإسعاف والإنقاذ ومكافحة الحرائق والإنعاش وأيضا أن يكلف بعض من الشباب أو الشابات بكيفية حمل السلاح والدفاع عن الوطن والذوت عن الوطن وأيضا بعمل أمور فنون القتال والكاراتي وما شابه ذلك وأيضا حماية المجمعات التجارية والأمن الداخلي أنا قدمت اقتراح بقانون من 23 مادة في المجلس السابق سميته قانون الأمن الداخلي مشروع اقتراح بقانون سميته الأمن الداخلي الأمن الداخلي هذا هو كالتجنيد ولكن أفضل من التجنيد يستفيد منه مع ضوابط واحترام المواطن الكويتي تعرفين قبل كانوا يأخذون المجند ويدون التجنيد وعنده ترقية في دوامة يأخذون يودون التجنيد سنتين يخدم البلد يرجع للدوامة يقول لهم درجتي يقول لا درجتك هذا واحد ثاني أنت رحت التجنيد مو شغلنا مسؤوليتك تحملها أو واحد الدولة متوظفة ولا توفر له فرصة العمل تأخذها وتكرفها سنتين ومن ثم عقبه سنتين يأخذونها يقلطونا بالشارع مرة ثانية من غير وظيفة لا تعالي الدولة تحمل لمسؤولياتك أمام الشباب والشباب الكويتي ومن ثم تبقي القانون قانون عشوائي بهذا الشكل وإيقافه هذا أكبر دليل على أن عدم العمل فيه دليل أن هذا كان فاشل الآن الحكومة طبعا في الحاج حكومي بتطبيق التجديد أو بتطبيق خدمة العلم خدمة العلم كان سميه خدمة العلم الأمن الوطني التجديد ليكون في خدمة الشعب الكويتي والكويت نعم بس أتقل الدكتورة الندى لمطوعة نعم استعدادات الدولة استعدادات الدولة والي يتحدثون عن نوع من التفاؤل لا أنا متفائلة باستعدادات الدولة عندي ثقة بالاستعداد بكل وزارة على حدة احتمال يكون العمل الجماعي بحاجة إلى لجنة مثل لجنة التنمية لجنة أخرى تجمع يعني عشان نخرج من الحوار الحكومي البرلماني أنها تجمع من أهل الاختصاص بعلم الإدارة وإدارة الكوارث وهذا علم مهم جدا لكي يعني نجلس ونتباحث في سيناريوهات حدوث كارثة طبيعية أو يمكن تسرب إشعاعي أو نووي أو زلزال أو مثل ما حدث باليابان الاستفادة من خبرات الدول الأخرى والوفد الياباني سافر قبل اليوم يمكن كان ممكن نستفيد بتعاملهم مع التسرب النووي الإشعاعي في اليابان في كارثة سونامي فهذه لو فعلا تم تشكيل لجنة لجنة الأمن القومي داخل المرمان الكويتي تأخذ من لجنة شؤون الخارجية والداخلية والدفاع وغيرها من اللجان لكي تتدارس سيناريوهات الأمن القومي لكن أنت على ثقة بأجهزة الدولة قد تخفق الدولة في الحديث عن استعداداتها إعلاميا يعني الجهاز التنفيذي عندنا عنده قدرات عالية وعنده قدرات بشرية عالية لكن ما عنده اللغة الإعلامية السليمة اللي يعبر فيها عن استعداداتها وعلى أرض الواقع دكتورة يعني فيه أكثر من حريجة مثل ما قلت دابو لكن الوزارات الرئيسية الداخلية والدفاع والخارجية عندي ثقة بقدراتها وبآلياتها التنفيذية لكن العامل التنسيقي المتكامل إن كان إعلام أو تربية أو غيرها وهذه مهمة جداً لأننا نتكلم عن المواطنة قد تكون بحاجة إلى استراتيجية متكاملة نعم راح بس سؤال قصري دكتورة تعتقدين أن عمر هذا المجلس طويل لا أرى أي مبرر لأنه لا يكمل الفترة بشكل متكامل ربما يبطل قانونياً لا أنا في القانون يعتمد يعني نحن دائماً في القانون نشوف ما هي الطعون المقدمة أو ما هي القضايا المقدمة والحكم ما يكون لنا كمتابعين للشأن السياسي لكن المقومات التي تعطينا الانطباع باستمرارية المجلس أنا أرى أنها موجودة الآن لا أرى عندي أي حاجز أو أي مانع من أن يكون في تعاون بين الطرفين لكني أتمنى أن يكون إنجاز لأن استمرارية المجلس لا تعني أن يكون مجلس منتج أو حكومة منتجة قد نصل إلى المحصلة الصفرية يمكن أن نضيع وقتنا أربع سنوات فأنا أتمنى بهذه الفترة القادمة أن نرى إنجاز أن نرى إبداع في التشريع وفي كل مهام المجلس اللي يعرفها عضاء البرلمان وأن نرى من الحكومة خطة تنفيذية لأن اليوم جمعنا الأولويات أولويات المواطن التي يريدها من عضاء البرلمان ومن الحكومة وما عندهم أي عذر في عدم الإنجاز نعم بالحديث يعني حديث الدكتورة عن خطة الحكومة هل وصلتكم هذه الخطة الحكومية؟ سيد أسامة أنا لم أشهد إلى الآن أي خطة حكومية بل أنا أعلم بأن الخطة الحكومية ستأتي إن شاء الله يعني في الأيام القادمة يعني بعد شهر شهرين ثلاثة يعني مستندة إلى خطط قديمة قص و لزق و هذا ما ينفع في الوقت الحاضر ليعلم و ليدرك من يدرك أن العقول اليوم في مجلس الأمة تختلف عن سوابقها اليوم دماء جديدة دخلت مجلس تطلعات جديدة دخلت مجلس آمال مبنية على هذا المجلس خصوصاً أن الذين شاركوا في الانتخابات وضعوا جهدهم الجهيد على أن الحكومة تقوم بالإنجاز و أن تتعاون طوال الفترة السابقة لم نشهد أي تعاون حكومي مع المجلس الحكومة تقدم برنامج الحكومي فوراً تشكيلها و فوراً تعطيني صفة قريبة و مدة قريبة و ليس مدة بعيدة إلى الآن لا توجد خطة حكومية و دكتورة متفاعلة لا أنا متفاعلة أقولك عندها مشكلة في الإعلان عن العمل لكن هناك خطة يعني؟ أنا لا أعرف لأني أنا خارج المجلس والحكومة يعني من مميزات العملي أني أنتغد الأثنين معاً المادة 25 من الدستور الكويتي تقول تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية هذا يعني تقريباً هي أقرب مادة تحمل الدولة مسؤوليات الحكومة مسؤولياتها السياسية في هذه القضية أو القضية الوضع الإقليمي الذي حصل طبعاً أنا بوجهة نظري بالدرجة الأولى في المقام الأول أفضل خطوة وأجدر خطوة وهي الحامي الثاني بعد حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا البلد هي الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع الكويتي وعدم إعطاء الطائفيين والفئويين ومن يريد أن يضرب مكوناة الشعم الكويتي ملاذ وفرصة في هذه المحنة أو في أمور سواء الهدوء الاستقرار أو في عدم استقرار المنطقة هذا واحد أثنين طبعاً أنا أتفق مع أخوي مرزوق الغانم رئيس المجلس بأن من الصعب بمكان بأن تعقد جلسة طارئة الآن لأنك أنت تحتاج إلى 33 نائب لعقاد جلسة طارئة ومن ثم أيضاً أنت تحتاج موافقة الحكومة أن لم تحضر الحكومة حتى لو يحضر 50 نائب أن لم تنعقد الجلسة إذن هناك طبعاً ورد لعلمنا اليوم بأن الحكومة سوف تكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح للقالد بأن يلتقي مع رئيس المجلس ونواب المجلس يوم الأربعاء القادم وأعتقد ستوصل دعوة لجميع النواب والأخ سامة ولي والآخرين لحضور هذا الاجتماع والوقوف على خطوات وإجراءات الحكومية الاحترازية في مواجهة هذه الكوارث وهذه الأزامات أنا وزير داخلي كمان يحضر وزير داخلي ولكن هو المراسلات بين نائب رئيس مجلس الوزراء إذن أنت متفائل يعني بال أنا لا بس خلنا نكمل لهذا شوفي بس عشان الوقت احنا شوفي خلنا نقولك هي المسؤولية كبيرة أنت تعرفين احنا على بداية الآن الدراسة والتعليم أبنائنا بالآلاف بل بالمئات الآلاف سوف يذهبون إلى الرياضة الأطفال والابتدائي والمتوسط ومن ثم الثنوي والجامعات والكليات وهناك أيضا الطواقم التعليمية إذن معناته إحنا عندنا ليس بعمية ألف أو ستمائة وخمسين ألف من الأرواح البشرية وهذه ستكون أكبر التجمعات ليس معقولة في وقت حرب الناس ستذهب إلى مجمعات تجارية أو ستذهب إلى تتمشى في الشوارع الكل سيقعد في بيته ويراغب التلفزاء والتلفاز ولكن هل نحن في صدد تأجيل الدراسة؟ هل نحن الآن في شغلة هذه يمكن أن نعطيكم إيها من ناحية فنية الآن المجلس إذا لم يعقد جلسة طارئة باستطاعة أن يناقش هذه الأمور عن طريق اللجان ولكن أيضا اللجنة ليس من اختصاص اللجنة أن تدعو وزير معين لنفرض اللجنة الصحية تستطيع أن تدعو وزير الصحة لجنة المرافق تستطيع أن تدعو وزير الداخلية والدفاع ولكن الضغط بمكان اللجان الآن تستطيع أن تسد مكان المجلس وتقف على الشأن العام لكل مؤسسة حكومية لتنظر هذا ولكن هناك نقطة أريد أن أقولها في آخر كلامي أننا فعلا متخلفين ومتأخرين جدا في موضوع الدفاع المدني وفي مواجهة الكوارث والحروب نعم الأستاذ أسامة الطحوس يعني لا أدري سمعت وقيل لي بأنك احتمال يعني تجهز استجواب لوزير التربية نعم لا حقيقة وليس أجهز استجواب بل ألوح باستجواب إذا لم ينجز وإذا لم يعالج قضية الشهادات المتعطلة ليعلم وليفهم من يفهم الشهادات طلبة جايبين شهادات من جامعات عريقة جامعات جامعة عي الشمس جامعات عالمية وليست بقالات كما يصورون البعض نعم نحن الآن أمام هذه الجامعات باجي أقل من دقيقة الاستجواب جاهز المحاور موجودة المحاور واسئلة موجودة متى راح تقدمه؟ لا لا لست متسرعين في هذا الأمر بل نمارس تدريج في كل أمر نحن لسنا همنا استجواب من أجل الشو نحن نريد علاج إذا كان آخر دواء هو الكي فلن يكون آخر دواء هو الكي يعني يشبه الشأن الدولي التلويح بالاستجواب مثل التلويح بالضربة عبارة عن أداة ضغط ونشوف النتيجة نعم بس أنت ذكرت في شرط يعني يقدم الاستجواب بشرط ما؟ بشرط أدم علاج إذا لم يكن هناك علاج لهذه المشاكل الموجودة وعدم حل أجد الجدية في الحل فليعذرني الدكتور فمسؤوليتي أكبر أمام الأمة نعم نشكركم على حضوركم هنا معنا بالاستوديو نشكر الدكتورة ندا المطوّر شكرا لكم دكتورة بجامعات الكويت ونشكر النائب عبدالله التميمي شكرا ونشكر أيضا الصغير سنن النائب أسامة الطاحوس شكرا مشاهدينا للمتابعة ونراكم بحلقات قادمة من برنامج لقاء الراي تصبحون على ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة